السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موانطش جديد ممثابة التي بوكس نوروي مكسب عظيم لكارلسن حصل امبارح قصاد فابيانو كاروانا والحقيقة فابيانو كاروانا لعب كم نقلة بالحسابات الكمبيوترية شكلها طبيعية لكنها بالنسبة للبناء ادمين مريبة شوية وتظهر نوع من انواع الخوف ماديجو ما نتكلمش كتير ونتفرج على المرش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نتفرج ازاي ماجنس كسب فابيانو مبارح في المسابقة ماجنس بيلعب بالقطع البيضاء وفابيانو بيلعب بالقطع السوداء ماجنس لاب دي فور وفابيانو رد عليه نايت اف سيكس سي فور اي سيكس ونايت سي ثري انفيتنج تاكل ياكل بالبيضاء وتركب له بياده وبعدين تلعب على الاضعاف بتاع البيادة الضعيفة دي من خلال ان انت تلعب الحصان ده هنا في هنا وبي ستة وبيشيب اي سيكس والاتنين بيضغطوا على البيضاء وهي دي الافكار يعني احد الافكار بتاعك من نمزو اندي انك تلعب على البيضاء الضعيفة وبناء عليه صاحبنا ماجنس كارلسون قال له كوينسي تو علشان لو كالتي همعلم انا هاكل بالوزير وما فيش ايه تركيب بيادة ام صاحبنا مبيت وقام عليه انت بقى جاي تعمل ايه يا ترى هترجع ويبقى بلندر علشان هزقق عليك تاني وتمشي هزقق عليك تالت واخد منك حتة ولا هترجع هنا ويبقى عشان تحافظ على الفلين بتوعك ويبقى ضيعت نقلة وانا هلعب لعبي طبيعي العب مثلا الفيل برا هنا او هنا او حتى اقفل على الفيل واطلع الفيل بتاعي والعب لعبي طبيعي ويبقى جيمي حلو جدا وانت ضيعت شوية وقت بالفيل ولا هتاكل قال له لا بقولك ايه انا هضيع وقت ولا هزنق فيلي ولا الكلام الفرق ده انا هاكل قال له خلاص هاكل هاكل بالوزير ومافيش تركيب بيادئ والدنيا حلوة فبيانوا مستغلا ان الملك لسه في السنتر لعب دي فايف بفجرة ان انا هحاول افتح السنتر بشكل او باخر وماجنس قال له تعالى نربط الحصان بتاعك الوحيد اللي طلع من قطعك والوحيد اللي بيلعب نربطه هنا فبيانوا الحقيقة لعب نقلة مش غريبة ولا حاجة نقلة منطقية قال له هي دي تيكس طب هو لو مكنش لعب دي تيكس مثلا ولعب اي نقلة تانية حصان هنا مثلا نقلة شكلها منطقي بحمي الحصان اللي مربوط قال لك بيدق في بيدق بيدق في بيدق ويبقى في ضغط جيد على هذا المربع اسف ويبقى في ضغط جيد على هذا المربع ممكن اجيب هنا الرخ ايوه ممكن لعب سي سيكس ساعتها الضياجونل ده بيكون ضعيف المربعات السو ده ممكن الفيل يبقى يرجع يلعب على الضياجونل ده في نفس الوقت افكار ان انا العب بي ستة واحط الفيل ما عددش منطقية عشان الفيل هيبقى واصص للبيدق بتاعه ولهذا اكل صاحبنا فابيانو كروانا بيدق في بيدق عشان لما يلعب بي ستة ويطلع بالفيل الفيل يبقى شغال ما فيش بيدق بتاعه قافل عليه او حتى لو هيطلع من هنا ما فيش مشاكل بقى بعد كده طيب ماجنس ام اكل بي ستة ماجنس صابر وما طلعش ولا قطعة من الجناح بس اخب بالك عدم تطلع قطعة من الجناح منطقية ما هو انا لو طلعت الوقتي ده مثلا ده هتتلعب في وشي والنقلة ده هتبقى عايزة ان الوزير يمشي وكستر ويبقى الوزرة في اللعب بس الملك مش مبيت والجن مش هيبقى لذيذ في نفس الوقت لو ملعبش دي ولعب الحصان مثلا هتلاقي ان الفيل بيطلع بسهولة وبيضغط على الحصان لو لعبت بعد كده الزقة دي ممكن اكل فيه الحصان واركب البيادئ يعني ممكن كده حاجة تحصل مش طبيعية عشان كده ماجنس قال تك أما لعب لعبة منطقية هو الوقتي قريب هيدرب بالسي فيف ام اجيب الرخ في وشه علشان لو لعب السي فيف اكل بلقي في بيدك وعايز الوزير فجاب الرخ فعلا في وشه ماجنس ام ام قال لو سمحت الى هت وزيرك الوزير ام رايح هنا نقلة قوية طبعا علشان ام بتقلل فرص ان ان الاسود يطلع مو لو طلع كده الفيل هيقع. وهنا الاسود لعب ايتش ستة هات الفيل بتاعك. الفيل رجع. فابيانو قال له لو سمحت تعال انكسر وزراء. بفكرة ان انت لو كلت. انا حاكل. وهبقى حامية الحصانة. لو اكل ارجع اكل بالحصان وبادي ما تتكسرش. طيب. ماجنس قال له لا انا مش هكسرش. والنقلة الغريبة اللي انا معترض شوية عليها يعني من انا لاعترض ولكن يعني عندي وجهة نظر ان كوينسي سيكس اللي تلعبت في الجيم كان فيها نوع من انواع الخوف شوية. او عايز يكسر معي باي شكل واي طريقة. حتى لو على حساب انهم ما يخشوا اندجيم وبعد كده في الفحصان ياكل والبادئ على جناح الملك تخش بها اندجيم مش افضل حاجة. كان الاحسن من كوينسي سيفن جي فايف ولما الفيل يرجع ممكن ساعتها اطلب تكسير وزراء. اكل اكل البيضاء ده مفيش مني كوف عشان الركاخ بتيجي. والوضع بتاعك بيكون كويس. ولو ما خدش البيدأ على طول مسلا ولعب لقلة عبيطة زي مسلا يجيب الرخ هنا يقول له هات الحصان. بتسيب البيدأ دول الحصان لو اتاكل الحصان بيخش هات الرخ بتاعتك الرخ بترجع. انت رجعت بيدأ اه السي قصود بيدأ دي والقطع بتاعتك كلها قوية والمنظر ده شكله مش كويس خالص. طيب. ولكن كوينسي سيكس على طولة لعبة ومجنس هنا قال يا سلام وزير فوزير ياكل بالحصان وقوم كسر حصان في فيل ياكل وخش اندي جيم وضعي مش وحش خالص من ناحية البيدأ ايه ثلاثة فيل في فيل اكل بالملك ولعب الحصان بفكرة انه عايز يدخل على البيدأ ده. وعلى فكرة لو كان لعب اي حاجة ان كانت رخصي ايد هنا بقى تبقى جامدة علشان هيبقى عايز للحصان اللي هنا والحصان لازم يمشي وفي اخر تاكل البيدأ. فهي نقلة قوية اه لكن في نفس الوقت شبه اجبارية انك تازم تلعبها. حصان طلع والحصان دخل يطلب البيدأ والبيدأ يتحمى. وضربنا السنتر. معلمة مهمة للمبتدئين امثالي طبعا. بيدأ في بيدأ. بيدأ في بيدأ ده نقل مش كويس عشان ده بيدأ متأخر وهيتضغط عليه بسهولة. آآ من خلال هنا وممكن تخط الرخ هنا وتجوز تاني والجيم بتاعك هيبقى يعني ليس من السهل آآ انقاذ هذا البيدأ. طيب فاذا بيدأ في بيدأ حاجة مش حلوة وبالتالي تطوير الملك هو الافضل. جبنا الرخ جبنا الرخ التانية هات الحصان بتاعك. اما الحصان راجع في الدي ستة ومجنس كال بيدأ في بيدأ. بيدأ في بيدأ وعمل بيدأ ضعيف في سي خمسة. عايزين نضغط على هزا البيدأ. وبدأت مناورات الضغط على البيدأ بروكسي تو. ملك يجي. والحصان ده جي في الدي تو عشان يمنع البيدأ انه يتزق زيادة. زقه على اي حال ام ضغط على البيدأ تاني. ام لعب روك بي ايت علشان لو انت دخلت في الاكلة البيدأ ده يقع في الاخر. كينج بيتطور. وهنا قرر صاحبنا انه يزق البيدأ ويخلص من الاضعاف في مقابل انه يعمل البدائين. ضعاف. آآ ماجنس على جناح الوزير وهو بقى الاسود اللي يبدأ يضغط على البدائين دوله يرجع بيدأ منهم. طبعا ده كان قرار شوية غير حكيم آآ او تحس بنوع من انواع الارتباك من اللاعب الاسود. قصاد ماجنس. ايه اللي يخليني سيب لماجنس بيدأ في الاندي جيم? لبخبالك بقى البيدأ اللي انت سيبته ده هو اللي خسرك يا معلم. روكسي فايف بيضغط بقى يعني هيجوز بقى ويضغط على البيدأ. ام ماجنس امزائي البيدأ. البيدأ اصلا ما احمي بالتلات قطع بتوع الاسود. بتوع الابيض. اف فايف. الملك رجع. دخل بالملك. والملك جي يحمي البيدأ كمان. بقى الاربع قطع بيحموا البيدأ اللي احنا كسبناه. اللي هو ماجنس بيقول له انت سيبتي لي بيدأ? ده انا هحميبي الشعب كله اللي عندي. بالرخاخ والحصان والملك والدنيا كلها. ملك ييجي. رخ تلاتة. رخ تلاتة دي نقلة علشان آآ ممكن يكون عايز يحرك الحصان بتاعه. في نفس الوقت مش عايز فعلا ادى التفوق للبيض. كان يفضل ان طالما انت سبت بيدأ وبتلعب عليه. اول قاعدة من قواعد اللعب على الاضعاف هو تثبيت الاضعاف. او حاجة بنسميها اثبت الاضعاف الاول بعد كده اللعب عليه. اه لو حتى ما كانتش عمل اي حاجة في الموقف ده اه زيادة كان احسن. لو انت خدت بالك اه الحصان ده مسلا لو كان جوز على ال اه لو كان جوز على البادي دي نقلة مش وحشة. لو كان لعب اي فايف بفكرة انه بياخد مساحة في السنتر نقلة مش وحشة. لو كان لعب الرخ هنا كان هنا انه بيعمل اضعاف على جناح الملك. وبعدين يرجع تاني حتى هنا او هنا. ده نقل مش وحش. لكن النقل اللي تلعب في الجيم وهو ان انا امشي بالرخ عشان الرخ يعاني فعلا ما بتلعبشه برضو. امشي بالرخ في سي ستة سمحت لماجنس انه يزق الاضعاف اللي عنده وياخد بيه مساحة وبالمساحة دي يقدر يحرق القطعه بشكل افضل. هاتحصانك الحصان رجع. وطورنا حصانة. بيلعب روك اي ستة علشان الرخ دي لو اتحركت ناكل البيدأ دوت اا بكيش. دخل بالحصان بكيش الحصان مشي. ورجع بالملك الرجع دي جميلة قوي على فكرة. الكمبيوتر مدي كوين سي تو بست موف لكن اا رجعت البيدأ دي نقلة منطقية ونقلة انسانية بنا ادم اللي بيلعب النقل. عشان مش من المنطق ان انا احط الملك ما بين الرخين واقسمهم كده وانا اصلا احرطهم عشان يحموا البيدأ. وفي نفس الوقت الفكرة بتاعت الكوين اي تو دي فكرة جميلة ان الحصان ده بيرجع في نقلة من النقلات يحمي البيدأ بتاعي. فنقلة جميلة جدا كوين اي تو. حصان طلع. روك سي تو عشان مش عايزين كاشات لو سمحت اا من اا اا او من الصف التاني. حصان دخل يطلب للأسف الطبيعي دي ما بتروحش في اي حتة غير هنا. لو راحت هنا تتاكل. لو طلعت فوق البدء بيتاكل ده فما فيش غير ان هو ييجي هنا هون. وقام صاحبنا لبليسود لاعب روكسي ايت. ماجنس قال له انت سبتلي الفايل? شكرا انا هرجع ااخد الفايل. لعب روكسي تو يمنع الكاشات. روكسي فور نقلة قوية جدا علشان مش عايزة الرخي تيجي هنا وتحاول تلعب باي شكل من الاشكال على على الصف الرابع. وفي نفس الوقت الرخي لو جد هنا بتدعم افكار ان انا زق البيدق ده. واخلص من الاضعاف اللي هو تركيب البادئ. بقى حاول ان انا فك البادئ بتاعتي في بادئ من دول. فاروكسي فور نقلة جميلة. ضغط على البيدق. الحصانة هول اللي بنتكلم عليه امراجع حميمين البيدق. وهنا فابيانو كروانا اختار نقلة برضو مش عجباني. اعتقد ان ده خوف فعلا من بطل العالم. آآ لعب معامة شاط تقيلة وحاس ان هو كعب وعلي عليه. فبيلعب نقلات غير دقيقة او خوف منه انا مش عارف. لكن النقلة اللي تلعبت دلوقتي نقلة مش مرشحة خالص على على الانجنز. انا مش بتكلم على الرأي الشخصي انا برضو يعني انا لا جي ام ولا اي ام لكن في الاخر وفي الاول احنا بنشوف النقلات المنطقية وبنتكلم عنها. النقلة اللي تلعبت في الجيم اي فايف بفكرة انه عايز يزق على الحصان والحصان يمشي ياخد البيدق ده. لكن في نفس الوقت هو عرض مبادلة ما بين البيدق ده انه يتاخد دلوقتي وان ده يتاخد. بس الشكل ده احسن بكتير جدا للبيض بيدقك بعد الاي فايف دلوقتي اللي بلاش ده اتفرقت بقى ام ثلاث بيادق وحشين جدا. والبيادق بتاعة لبيض ما شاء الله كده سلسلة جميلة ومحترمة. ومجنص ما كدبش خبر يعني حصان في بيدق. اكل تكسير. وقام ادي كيش ميشي وقام لطش له بيدق في السكة كمان. فالجيم بقى وحش قوي بالنسبة للسود. روك اي فايف هات البيدق. كيش ميشي رجعنا حمينا البيدق. رخ طلعت ام ادي له كيش تاني ميشي. وقام لاعب نايت اي فايف بيرجع الحصان بتاعه في منطقة اكثر نشاطا. ايج فايف ملك ايج فور كيش وملك دخل يحمي الرخ. وبعد الرخ اللي تلاعب ادي. ماجنص لاعب نقلة ولسود سلم. نايت اف فور. يا ترى ايه حلاوة النقلة دي. يعني النقلة دي حلوة في ايه? قالك والله النقلة دي. اه بتدي نعمة انواع التكسير الاجباري. عادت افكر كده قلت لو اكل. اكل. دخل كده. وضغط على البيدق. بدأ يتزق. بدأ في بيدق. بدأ في بيدق. وبعدين يطلب. اه ممكن يبقى فيه لعب. لكن في نقلة افسط من كده بكتير بتخلي بادقك زي ما هي وزي الفل. اه لو هي الكش دي مالك يروح في اي حتة تاكل وسلسلة بيدقك ممتازة اربع بيدق على اتنين. بيدق بيقع. بيدق بيقع. وده اكباري. لو. اه ما اكلت حصان فحصان. لعب مسلا اي حاجة تانية. لا اي حاجة تانية يلعبها انت لعب انت حصان فحصان. يعني اي لعب يلعب هي لعب مسلا هنا مسلا. حصان فحصان. جامدة. ياكل. وممكن تدي كش. ترجع كده وتضغط تضغط على البيضة. فالجيم بتاعك هيبقى جميل يعني. اوكي. اه ارجو ان انتو تكونوا استفدتوا حاجة من الجيم دوت وبمراحزات اللي احنا قلناها. ارجوك اعمل لايك للفيديو عشان يوصل للناس كتير. اشترك في القناة لو لسه مشتركتش. واشوفكم ان شاء الله في جيم جديد من هذه المسابقة او مسابقات اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.